موسيقى اليوم مجوارنا راح يكون من مكان مختلف راح أخدكم وانا وانتو نتعرف على بعض المناطق اللي ما منعرفها منسمع عنها من خلال النشرة الجوية خلال فصل الشتة بس نحن هلا موجودين تحديدا بين منطقة قرية المحمدية والمنشية من المنشية راح نكمل على مناطق الجنوب هاي المناطق كتير الحالة الجوية بالشتة بتكون سيئة شوي يعني بحكولي لما تشتي وبتلج كل سنتي أقريبا بتتلج طناتع الكهرباء المي الطرقات يعني زي ما انتو شايفين هلا هيك مكان معزول يعني صحراء هدوء ما في شي هيك هن بمناطقهم كمان بحسوا بالما بعرف ايش المهم راح نروح نزورهم هو نتعرف على كيف بتكون حياتهم خلال فصل الشتاء والشتاء القارس يعني هلا هيك نحنا طلعنا من عمان ماشي الحال هون يجينا جاكتات جاهزين شباب يالله يا مرحب الله يحييكو ياللي شقفتو نوجيتو يا مرحب الله يحييكو ياللي شقفتو نوجيتو هلا هلا بايا بلا بيا حيني بين الوراء احنا موجودين مطلين على قرية المنشية في قضاء اضروح محافظة معان معانا السيدة فالله راح يحكي لنا عن هاي المنطقة خلال فصل الشتاء سمعنا شتاءكم قارس الحمد لله في فترة الشتاء عندنا في مناطقنا هان تساقط الثلوج بكميات عالي يعني والشتاء كمان كان الاخر موجة شتاء المرة اللي فاتت عملت انجرافات في التربة ونزلت عبيوت الاهالي هان في المنطقة اتضرروا؟ نعم اتضرروا فاستعنا في جرافات الاشغال والهندسة فما قصروا معانا يعني بس انتم معودين على الشتاء البردية؟ الحمد لله الشتاء متعودين على البرد وعالشتاء من طلعتنا لانه مناطقنا هان بتعتبر سلسلة جبال الشراع فدائما باستمرار فيها تساقط ثلوج يعني ما في سنة بتمر إلا الحمد لله فيها بس الحياة ماشية؟ الحياة ماشية يعني لما بتشتي بتشتي قوي كمان الحمد لله وعادي بتروحوا وبتيجوا ومور الناس الحمد لله ما تعطي المدارس لا هو إلا ما يكون فيه عطل المدارس عالثلج بس الشتاء ما تعطي المرة اللي فاتت صار في عطل لانه كانت شوي قاسي للشتاء يعني يعني لأول مرة يعني الموجة للشتاء هاي أو المطر يعني تصل للمنسوب المياه اللي في بيوت أهالي يعني ارتفعت المنسوب المياه وخشت عليهم على البيوت على الحوش على كذا يعني من تاريخ ما واحد انولد على الدنيا ما شاف منبر زليك هذي كانت أول مرة؟ أول مرة يعني شارع رئيسي زيك السيل كان ماشي معاه على وقوي كان السيل مش حي الله سيل يعني فعملنا سواتر ترابية على الجبل هذا على حفة الجبل هذا يعني هذا الجبل كان ينزل المياه؟ ينزل المياه من الجبل على البيوت تحت على الأهالي ونحن مغادرين البلدة استوغفتنا قارما مكتوب عليها جبل التحكيم طبعا هي قصة تاريخية معروفة نسبة إلى واقعة التحكيم بين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وممثله أبو موسى الأشعري وعشان هيك سميت بلدية الأشعري أيضا وبين معاوية بن أبي سفيان وممثله عمرو بن العاص على خلفية مقطب الصحابي الجليل عثمان بن عفان والمطالبة بدا نحن الآن متجهين لبلدة روضة الأمير راشد وقلنا حديث مع أبو نشأت يحكي لنا عن الشتاء في البلدة والله إحنا دائما في موسم الشتاء وخاصة في تشرين أول تشرين ثاني بكون مناطق الجبلية هذه هيك وقابلة للفروج وتكون استوي فيها درجة السقوع فيها بشكل لما تنزل ثلج تكون فيه تسكير للطرق من قوة البرودة ومن قساوكة الأشتوية الكهرباء تنقطع المياه بصير تتجلد في الموسير للسكر بتكسر الموسير الشوارع بتسكر الشوارع كذلك بتسكر بصير انقطاع في بعض الأحيان مرات الأسبوع ما بقدروا يتمكنوا إنه يطلعوا إلا تيجي جرافات أينتاً آخر مرة هيك نقطعته أسبوع؟ قبل سنتين يعني مرة تيجي تعلينا ترجيع كيف تتعضوا؟ والله الجرافات تقريباً بشتغل بفتحن الطرق من هنا الطريق بترد السكت بترد السكت بترد السكت فتقعد يوم يومين حتى تفتح الطريق هذه هيك وكونوا الأشغال شغالين على مدار 24 ساعة جوة البيوت كيف تتعضوا وقتكو في هالوقت؟ والله جو البيوت لما تصير الكهرباء بتنقطع يعني فيه إرباك بصير في الأمر صح كيف تتدفوا بتحطوا الحطب؟ طبعاً الناس كلها الميالة الآن بتعرفي ضروب في ارتفاع المحروقات ومالمحروقات فبصير الناس حطب يعني اللي هو خاصة من المشاريع باعتمدوا بشتروا من التفاح والقرز واللوز واللي عندهم في المزارع القريبة بالمزارع القريبة أو المناطب بشتروا في الطون بشتروا بشتروا جفت بالنسبة للصوبات الحطب حتى يؤدوا هذا الشيء يؤدوا فصل الشتاء لأنه ما بتمكنوا أن الناس يستخدموا الديزل كونوا أنه مثلاً جركة الديزل مؤقونوا السلطات من 11 دينار يعني يوم واليوم الثاني بدك جركة ما واحد بقدر إلحق إمكانيات الناس مش واحدة طيب بدي أسف يعني نحكي أربعة أيام تقعد بالدار ابو نشأت يعني وفيش كهرباء بس تدفئة شو؟ تعرف على عيلي مثلاً؟ تتعرف على الأولاد هذي اليوم والله بتظل تغمض وستع اليوم فيشتويه فيه مشاقة بستعد إلها الإنسان قبل الشتويه بشار شارعان بستعد إلها صح إذا نلابس هلا هيك الطقس لطيف إذا لابسك وإحنا بردانين وجاي يكون من عمان رحنا مهدي من البرد لا ما شاء الله إحنا بالنسبة لنا هذه هيك ممتاز الجو اليوم ممتاز الحمد للاش فيه شمس وداف الجو أما لما يكون برد قارص هذه هيك ما تمكن أن توقف زيغ نهائياً صح فهذه هي الاشتوية عندنا والله في ناس يعني ما بتمشي معهم لا صوبة غاز ولا صوبة كاز ولا إشي لو قساء وتعرف كيف المناطق هذه اسمها جبال الشراء هذه تمتد من مناطق اللي هو قضاء أضروح اللي هي الأشعري والمنطقة ذيك حتى رأس النقض يعني هذا المنطق وحتى الشوبك حتى المناطق هذه فهذا المناطق دائماً قاسي جداً في البرد تروح لمعان المنطقة أدفى كلما تمشي لشارك المنطقة بتكون أدفى والناس هنا بتحملوا حقيقة بتحملوا شيء قوي جداً هي الطقس بارل بس قلوبكو دافية وجامدة أيوة نعم احنا بالطريق إلى منطقة رأس النقض ترجمة نانسي قنقر زمان كانت الطريق للعقبة لازم تمور من رأس النقض وهي الاستراحة كتير ناس وقفوا عليها وكانت يعني لما نوقفون معتوا قربنا على العقبة هلأ بصارت مركز صحي لقرية رأس النقض وطريق أصلاً كلها يعني زي ما بتعرفوا تغيرت بس شوفوا هاي تقريباً أعلى نقطة في جبال الشراء من أعلى النقاط في جبال الشراء ومنظري كتير حلو بس اليوم يعني نحنا جينا عمان غرقانة وهاي المنطقة سبحان الله اليوم دفى كويس يعني أحسن مش دفى بس أحسن من عمان ما في شتاء برد بس ما في شتاء شوفوا المنظر مأحلان رأس النقض خلصة انتهت نسمع عنها بس بالنشر الجوية هلا خلاص بطل حدا يمر عليها وعشان نيك سكروا الاستراحة وصارت مركز صحي أم أبو محمد كيف حالك؟ حكي لي عن راس النقض خلص الأيام هاي بطلت زي زمان حركة عليها ناس تمر الله صارت بس سكان المنطقة أو اللي له شغل صح؟ أولا شي نشكر قناة رؤيا والقايمين عليها تسلم على هذه الزيارة تسلم راس النقب يشهد لها التاريخ راس النقب لانتو تشاهدون الان هذا كان مينا بري كان يأتي لها القطار وينزل الفوسفات فيه تيجي الشاحنات من العقبة نزل البضاعة القطار يأخذ البضاعة ورجعها العمان والشهنات ترجى في الفوسفات إلى العقبة كان مينا بري انتهى في أول السبعينات وتوقفت الحركة راس النقب هذا بسكنة عشائر من الحواطات اللي هم العطون والطقاطقة والمراحي راس النقب يعني كان ملجأ للعمالة والأيدي الوافة راس النقب منطقة شايفينا على منح درات الآن تبصنا مسابة خمسة كيلو عن محافظة إمعان راس النقب تابع لمحافظة إمعان تبصنا الآن لوحة تدبت حنوت والمنطقة هذه تتبع إلى محافظة العقبة صحيح راس النقب منطقة بعد فصول الميلة البرية عنها ماتت شوية منطقة يعني أهلها بيعانوا من سوء الخدمات فيها يعني عندنا شوية مدارس نصيان عندك مواطنين ساكنين الآن في غرف السكة القديمة سألنا أبو محمد شو مطالبكم بالقرية وكان في عنده طلب واحد بس وبسيط من هل الدولة عشر وحدات سكنية تضبع الناس اللي في المنطقة هذه بس بس عشرة عشر وحدات لأنه إحنا لو نتجول نجي عناس ساكنين في البيوت تدعات السكة القديمة أليم أولا الله مع هذه كابة الاستراحة القديمة بعدين انفصلت ونشكر القيمة عليها الآن معهد صحي للأمراض السدرية مش لمنطقة تراس النقب أو لمنطقة مريغة وقضاء مريغة في عياتوها من جميع وحافظة دمعان وخارج الحافظة دمعان كلها صارت يعني بالطب شوية بتساعد على الأمراض السدرية بس غريب أنه مركز صحي بس متخصص بالأمراض السدرية عشان بس بس الطاقس والبرودة والأفعاد هناك ودائماً الناس تشكي من السدر بس الأولاد متعودين يشوفنا نحنا متعودين على الناس نحنا نينة ماخدين الطاقس متعودين يعني نحنا بالنسبة لنا اليوم تقولوا شتوية نحنا عندنا صيف بالنسبة لنا يعني نحنا كمان شوية بتدينا جليد وبرودة وبتسكر المنطقة بالثلج الآن المنطقة هذه انتهى هذا الرس النقب يفصل العقبة عن المملكة لما يستكر الثلوجوي انتهى الرس النقب وتوقف الحركة رأس النقب قصة وحكاية منسية فقر بكل شيء قرية جميلة جداً ولكن ينقصها الاهتمام موسيقى من المشاهدة موسيقى 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 موسيقى